ومعنا دكتور جمال سامي رئيس قسم دراحة القلب ومؤستاذ دراحة القلب في جامعة العين شامس أمس هنالبهر دكتور كنا عايزين نعرف ايه الجديد في مجال دراحة القلب ايه الجديد في مجال جراحة القلب ان احنا دلوقتي بنحاول احنا نطور الاداء بتاعنا عشان ندي نفس النتائج اللي كنا بنديها على المدى الطويل عن طريق جروح صغيرة وبتدخل محدود ايه وساعات كمان بتدخل محدود مع زماينا دكتورة القلب يعني احنا نعمل حاجة وهما يعملوا الباقي بالدعمات اه فده اللي احنا قاعدين بنقاشه ازاي ان احنا اه نشتغل تغيير السمامات من جروح اصغر نخلي المريض يقعد فترة اقصر في المستشفى ويرجع لشغله بدري وفي نفس الوقت يتمتع بالنتاج الممتازة بتاعتنا في الجراحة على المدى الطويل انا دياما في الجراحة بنقول ان احنا يعني المريض بيتعب معنا شوية انما في المقابل على المدى الطويل بياخد نتيجة احسن ما بيحتاجش ان هو يرجع يعمل القصة دي تاني بعكس الحاجات التي تتعامل عن طريق الاساطر يمكن يرجع يعيدها تاني خلال سنة سنتين انما احنا نتاجنا على المدى الطويل احسن هاك شايف مؤتمر كارديواليكس ازاي بيساهم في المفعل اداء الطويل اطباط في مصر كارديواليكس ده اكبر سوق لان كلمة سوق ده هي كلمة مش وحشة كلمة سوق لانه اكبر تجمع لكل المختصين في مجال القلب وجراحة القلب في مصر وفي الشرخ الاوسط وده بدينا فرصة ان احنا نتبادل الخبرات مع بعض ان احنا نصلح الخبرات بتاعتنا نشوف احنا فين وايه اللي ناقصنا وازاي نتقدم فده اكبر سوق للقلب وجراحة القلب في منطقة الشرق الاوسط وكون ان هو بتعامل في مدينة اسكندرية بجوها والحاجة الجميلة اللي بتحطها فينا كله احنا اول ما بنخش حدود اسكندرية نت بترتفع لمجال تاني من الطاقة الايجابية جبرا نت بتخش اسكندرية فده بيخليك احسن مستعدة ان انت تتناقشي اكتر من انت تتخانقي يعني فيه ساعات المناقشات العلمية بتتطور الى يعني نوع من الحدة تقترب من حد الخناعة الحاجة دي مماش موجودة انا احنا بنختلف انما في نفس الوقت بنعرف ازاي نتناقش عشان نقربوا جهات نظر بعض وانا استفيد وانا بتناقش معاى استفيد برضى مرسي جدا الله حضرتك مرسي يا فان مرسي 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 مرسي